اهلا وسهلا بكم في درس جديد. الدرس ده هيكون اخر درس في او مساحة العمل اه اجمالا. بس هابيت اوضح في الخاص بالبرنامج هنا. انا بصراحة بحب ان هو يكون بلون الفاتح كده. لكن انت عموما لو روحت على ايدت هنا في عندك هنا هتلاقيه في عندك سهم هنا كده. هتلاقي فيه هنا عندك اه انترفيس. من هنا هتلاقي فيه الانترفيس كده مجموعة من الكلور. هم تحتين اربع كلور. وعلى فكرة هي نفس الاعداد بالضبط موجود في كل برامج ادوبي ممكن تغير الخاصة اه بالويندو نفسها او نافذة العمل يعني من خلال هنا. في نص معرفة تحب الناس اغلب الناس بتحب اللون الداركة او الغامن. لكن انا بالنسبة لي بحب اللون الفاتح وخصوصها عشان اه الشكل تسجيل يكون شكله اه واضح بالضبط. فحستعملها بمفاتح لكن تقدر بنفسك تروح تغيرها اه من الاعدادات هنا في اي وقت اه تحب ان انت تغير اللون بنفسك. بكده انتهت درس. شكرا هشوفكم في درس القادم. ان شاء الله. وحنتكلم بازن الله في درس القادم. عزين احنا نقدر نفتح بنفسنا آآ محفوظة زين احنا نعمل على المحفوظة. آآ بكده انتهت درس. شكرا هشوفكم في الدرس القادم. ان شاء الله.